خليني بس أقول إن كان فيه مبارح لقطة عجبيتني جداً قبل ما نطلع فاصل لازم نتكلم عنها ونشيد بيها بصراحة مبارح كان في مطش الأهلي والإتحاد السكندري ماشت جميل جداً لفريق هناك اسمه فريق السبارتا ده فريق سبارتا ده من الشي كان موجود وكان حريص إن هو يحضر المباراة بين الأهلي والإتحاد السكندري عايز أقول لكم كانوا بيشجعوا في النادي الأهلي بشكل كبير جداً هم مفتوض موجودين عشان عندهم معسكر وحيلعبوا يعني مع الناشئين عندنا 2005 فبرضو كانت لقطة جميلة وكان هم حارسين هم يعودوا يصوروا وغيره خلينا نتابع كده بعض اللقطات كمان اللي مجهزينها لحضراتكم عشان تشوفوا بنفسكم أكيد العاطلات جميلة وفكرة كمان إن بقى فيه فرق أجنبية وبتطلع يعني قطاع الناشئين أو فرق الناشئين بتوحويجوا في مصر ويعملوا معايشة ويعملوا معسكر ويلتقوا مع ناشئين النادي الأهلي من خلال اللقاء وإن دي كل دي حاجات لطيفة وبرضو بتوريكي أن أنت إيه بيت خبرة إنجاز التعبير أنت مهم أن أنت تعمل مباراة ودية زي كده كمان النهاردة المباراة هتكون في أهل مدينة ناصر يعني مع الناشئين زي كنت أقول لحضراتكو 2005 وده حلو أن أنت من البداية من قطاع الناشئين أنت بتعمل وديات حلوة مع فرق على فكرة فريق سبارتال تشيكي من الفرق هناك برضو الحلوة أو التقيلة فده كويس أعتقد في الأول في الآخر يفيد يعني قطاع الناشئين عن ده طبعا ما فيش شك وبعدين فكرة كمان أنت يحتاج تحت يعني الواحد يحتاجك في فرق أجنبية طبعا من صغره دي حتوريكي يعني دي حتخليكي الوثقة من كواليتي اللي عيبة بتوعك بعد ما ينضجه أنهما خلاص من صغرهم متعودين على اللعب حتى في المباراة الدولية فكل دي حاجات مفيدة جدا الحقيقة بص القطاع ده هنرجع نقول تاني قطاع في غاية الأهمية ولازم يكون فيه شغل وفيه تطوير من البداية يمكن كمان لو هنتكلم من حقي وقال لما جي كابتن خالد بيبو ومسك هذا القطاع وتولى يعني المهام فيه أنا أعتقد أنه هو فيه طفرة كبيرة جدا اتعاملت أو تحققت على الأرض وإحنا شفنا تاني ده بعيننا وروحنا وصورنا لحضراتكو ووريناكو جوانب مختلفة يعني أنا بشوف أنه ده كان مهم جدا من الفكرة مش كمان أنه أنت أي حد بيقدم بيتاخد مش أي حد نفسه يبقى مع الفريق في الناشئين أو غيره لا الموضوع صعب وأنا بقولك أنا روح تصورت هناك يعني تقرير خارجي اللي اختبارات صعبة ومش اختبار واحد ولا اتنين ده أنت بتعدي بستيجز وبتعدي بمراحل وفي الآخر كمان بيتم تقييمك فردي يعني موضوع صعب جدا لكن يستحق زي ما كنت بقول لحضراتكو الزحمة اللي كانت موجودة المشاهد الحلوة اللي احنا شفناها ده بيأكد قد إيه ده حلم ناس كتير أسوأ أطفال أنهما يعني ينضموا ليه النادي الأهلي أو أهالي أنهما نفسهم أنهما أولادهم ينضموا النادي الأهلي وعايز أقولك كان فيه أهالي حتى لو من القاهرة يعني كانوا بينتموا النوادي مختلفة بلا ذكر اسم بعينه بس أولادهم عايزينهم ينضموا للنشئين النادي الأهلي يعني حلو اللي